موسيقى ضيفتي نسجت بمحيلتها أدر مسيرتها ولدت ليولد من سيرتها أدر كتار وتكون العرابي الرئيسي لقصصهم وحكايتهم تمردت جرأت ورافعت الصوت لتحبق قصطها بصيوف من ذهب حلقة جريئة بالتأكيد رح نتعرف فيها على الأنا المخفية وشو مخبّة بكل زاوي بقصة نجاح حقيقية وبدل ما تختار البطل والبطل لحكاياتها متل ما تعودنا بمثلسلاتها نيلي هي رح تكون البطل الأولى والأخيرة لقصطها وبكل سئة طيب شهرتها منه بس أحرف كلمات مدونة على صفحات الكدسة وإنما قصص مراحل تزنت بكثير من النجاحات تتكون وبكل تأكيد رشا شربتشي المخرجة رشا شربتشي أهلا وسهلا فيك بكتاب الشهرة أهلا وسهلا فيك ننورتنا بالحلقة الأولى شكرا مرسي رشا كتاب الشهرة الخاص فينا يا منكون أبطاله أو منكون كومبارس فيه بصيرة رشا شربتشي أي غالب هلا أنا ما بقدر أحكي عن حالي الناس ممكن تقرأ هالكتاب وهي تقرر بس منو أنا صغيرة منو أنا عمري أربع سنين ما بيقبل تكون كومبارس مو لأن الكمبارس هو درجة تاني بالعكس الكمبارس إذا ما كان منيح ممكن يعمل يعني يخرب المشهد كله بس بيحلم ليكون البطل بس دائما عنده طموح أنه يكون البطل فأنا كنت دائما بفضل يكون البطلة بالبيت بالشغل بالمدرسة بالأنشطة بالكل شي بكل صراحة نرجسيتك الليلي أعلى أنت وعم تسرد قصة حياتك من أنك تكوني ورا الكاميرا أبدا هلا يمكن ما بيصير أحكي عن حالي بس كل اللي حوليه بيعرف أنه أنا ما عندي نرجسية أبدا ولا أنانية قد أكون أنانية بالشغل بكون أنانية مع كل الإكيب لنطلع شغل مليح كتير يعني بتفانى وبحس حالي بعض الأحيان أنانية اللي هي يعني جزء من النرجسية بس النرجسية وتعالي وحب ذات أبدا بالعكس أنا بحب أسعد الآخرين بحياتي الشخصية شكلك قام عن النرجسية خلينا نحكم على هالموضوع بسياء الحلقة وأول محطة أكيد اللي هي الطفولة أنت خلقاني بعشرين نيسان عام 1975 بكل صراحة رشا الإعلان عن عمر المخرجة أسهل من الإعلان عن عمر الممثلة أم العقدة عقدة عن كل النساء لا بحس أنه أسهل لأنه المخرج بالنهاية بيشتغل ورا الكاميرا يمكن كلمة كبر بالعمر كلمة بيكون عنده خبرة أكبر ونطجة أكتر والناس بتوشق فيه أكتر وبيصير أم أو أب للكل للوكيشن للفنانين للكل أما يمكن لما بيصير في عمر الممثلة واضح حتى لو كانت ملامحها ما بتعطي هذا العمر يمكن شوي بيخلي الزاكرة الإنفعالية عند الناس تشتغل وتقول إيه فعلا لا ما بيلبقلة طيب هي عمرها 45 بس هي عم تعطي 28-30 وين المشكلة بيقول لك لا زاكرت المشاهد بتعرف أنه هاي اشتغلت من عمري طويل فما بيصير فيه مصدقية كبيرة أنت خلقتي بدمشق لأب سوري وهو المخرج الراحل هشام شرباجي الله يرحمه الله يرحمه وأم مصرية تدعى سيدة نيرة وأنت بتمتلكي الجنسيتان شي مرة عشتي صراع الانتماء بين وطنين قلت أنا وين أبدا لأنه بحب بحب مصر لأن هي هي الأم هي الحنية هي الضحكة النهبة الدم الخفيف وبحب دمشق لأنه شفت على وشها الخير والانطلاقة والانطلاقة وانتمائي لشغلي حققت كياني فيها صرت رشا شرباجي بفضل دمشق وحملت اسم أبي اللي هو اسم من دهب وعطاني على سحن من فضة فأنا انتمائي لكتير كبير لدمشق أكيد لسهولية وأنت قد المسؤولية الوجع مساحته أكبر من الفرح بحياتك لا أبدا 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 بقدر إفراح حتى لو كان في مشاكل بقدر إرضى حتى لو كان في ضغوط الفرح أكتر الحمد لله بس أنت أول وجع لما سيته رشد طفلي من بعد انفصال الوالد والوالدي وانت بعمر الأربع سنين بتقولي هايدي كانت أول صفعة تلقيتها من الحياة تعرف ما حس تيتا كتير هو الطفل بحاجة رعاية فهذا تحقق بوجود التيتا وجده الماما يعني عائلتي بمصر كانت يعني فيه احتضان لقلنا كتير ويمكن لقينا اهتمام أكتر كونه الأب غايب فما حسيت بهذا الوجع أبدا يعني يمكن كنت لما كبرت صرت تحس أنه أنا فقدت إحساسي يمكن لما كبرت وعيت على فكرة بس وأنا طفلة خلص حاجاتي عم عم تقضى كلها لعبة عم نلعب سفر عم نسافر تعليم عم نتعلم مبساط عم ننبسط عم نشتبع بالعيلي بس صورة الأب ما كانت عم تمرق بالبال كل الوقت تعرف امتى امتى بالمراهقة بس لما وصلت للمراهقة صرت تفكر فيه كتير وخصوصا بلشت المجلات اللي هي مثل الموعد اذا بتذكرهم ومجلات هاي القديمة بتوصل لعنا فأنا اشتريها باحبش فيها لأنه كل فترة بيطلع له صورة هيك ورا الكاميرا أو كذا فتفرج عليها هيك وخبيهم وكنت حتى حاول هيك ماما ما كان عندها مشكلة أبدا أن أنا اتواصل مع البابا حتى كنت حاول أنه اتواصل معه بس كان صعب ما كانت مثل هلأ الدنيا سهلة كنا بدنا نطلب عن طريق الهاتف السنترال هو يحاول لنا وطبعا أنا ما عندي الرقم بيت تيتا وهو ما نقعد بالبيت تيتا فترد علي تيتا اكتر من مرة فكان صعب وكنت ابعت له كما يقول مكاتيب مكاتيب وبعدين لما قبلت للبابا تطلع ليههم كلهم على عمر 22 سنة 22 أنت من الأربعة ل22 سنة كنت مقيمة بمصر ومن ثم عدت إلى سوريا صح بس لماذا كان الملجأ هو حضن الأم مش حضن البيت لأنه هو الماما اللي أخدتنا معا يعني هو ما كان برضى الطرفين ايه اكيد برضى الطرفين بس هو بابا ما كان حابب الانفصال كان الانفصال يعني يبنى على رغبة الماما بتذكر لما إجا بابا وراها على مصر يعني وبتذكر كان معه شنطة سامسونايت وفتح الشنطة أنا عم ظن عليه هو قاعد أنا بتذكر شكل تيتا كان فيه مشحنة بس شو بيقول وشو عمي ما فيه بتذكرة بس شايفتون قاعدين عم يحكوا فيه يعني مثل حدة بالحكي وأنا رايحة هاد عم بتذكر وتماما بتذكر مكان الكرسي طبعه بتذكر كيف كان قاعد وكيف كان هامم وأنا كل شو يروح هيك خبت على رجله وهو عم يحكي شالس سامسونايت فتحها وطلع لي اللعبة طبعي اللي أنا عم ظن عليها لهلأ بتذكرت اللعبة هيك بنوتة لابسة تيركواز ومنزلة غرة هيك شقرة ويمكن موجودة لهلأ ببيت الماما بمرت راشا طفلي انحرمت من والدها لما كنت تروحي على المدرسة تشوفي الأباء حاملين الشنط لأولادهم كان في حصرة بعيون راشا الطفلي هون تصدق أبدا أبدا ولا مرة حسيتك بس لما صرت بالمراهقة بالمراهقة هقلك شغلين احنا كمان كان عنا زوج أم لطيف جدا الله يرحم ويعني له فضل كتير كبير كان الدكتور محمد وعنديك أخوة منه صح؟ لا الماما ما جابت أبدا أنا ما عندي جرش إيء واحد هو شادي من الماما ماما بابا بس لا يعني أنا كنت أقوله دادي محمد دادي محمد هو طبيب أنفق أذن حنجرة وكان حنون علي جدا وكان حتى دمه خفيفة أنا ماما كتير أسيا ماما مثل ميا شويش نيره بالبيت شويش بمصر يعني العسكري أخذت مننا الأساوي يمكن شوائي صارت الأب كانت خسارتاني خسرتي بالطفولي والمراهقة ومن ثم خسرتي بعز عطائك ونجاحاتك بتقولي بالفعل الحياة ما بتزقف لنا كل الوقت ما بتعطينا كل شي أبدا تعطي شي وبتاخد شي دائما بتعرف أنا خسارتي للبابا وأنا كبيرة أقسة علي كانت منه أنا صغيرة أنا خسرت البابا من لما أجته الجلطة مو من لما توفى مو بإعلان وفاته بقيه جسد بسمعد هو هشام شربجي القوي اللي بينصحنا اللي بنفتفض عنده اللي بيجاكرنا وهو يعني شوي مشكلجي ديكتاتور كان ديكتاتور بروح لعند البابا بروح بحكي معه بعض فترات طويلة بحكي بحس إنه بعده بيسندك لليوم يعني أكيد والله تحس إن روحه موجودة مين إلى فضل عليك بالشهرة؟ رشا شربجي أو رشا هشام شربجي اليوم؟ نا رشا هشام شربجي طبعا طبعا مين رشا شربجي لو ما هشام شربجي؟ أكيد أنت بس رجعت إلى سوريا بعمر لـ 22 سنة رحت أنت والوالد كان عم يبرمك بحارة اليهود أعرفتها للخبري من الكواليث رحت لعند حدا بيقرأ بالكاف صح شو صار وقت سريديلي؟ رحتنا كان بابا حابب يفرجيني كيف كيف الدولة محافظة على ممتلكات وبيوت اليهود اللي طلعوا من ديمشق كان فخور بهذا الشي على فكرة أنا بحسه إنه كان فخور نشوفي شلون دولتنا محافظة عليهم هو رجل مثقف مثقف فكان عم يقول لي شوفي هنن وقت ما بدهم بيرجعوا وهنن بمكان آمن يعني فتفتلنا حرات فاضية ما فيها حدا ونحن ماشيين مع الشرطي وكان معي شكران طبعا طبعا موجه لتحية حبيب القلبي نجمة شكران مرتجا نجمة شكران مرتجا كنت أنا وياه شكران مرتجا ما برزا تتذكر هي الحادثة فنحن ماشيين قال هذا البيت الوحيد المسكون فيه أبو جاك أبو جاك مين أبو جاك رجل كبير يهودي كتير كبير بالعمر يعني كان بوقتين عمره شي 80 سنة أو حتى 75 ورحلوا كل أولاده طلعوا رحوا على أمريكا وقته وهو محب قال أنا بدي موت ببيتي وبيدي موت بالشام فقالوا لنا على فكرة بيقرى الكف أنا ما كتير عندي قناعة بهذه القصاص بس قولنا نفوت نتسلة ونشوفه لأنه بجرب حظي هلأ نحن بالميسيولوجيا الشعبية تبعنا أنه يهودي فهو خاص أنت ما كتير بتتعامل مع اليهود بشير مثلنا وديانا سماوية بس تحسن أنه ما بتشوفهني كتير ففي فضول تفوت تتفرج شو جو بيته وشو تفاصيله ففتنا عنده كتاب كتير صغير مكتوب طبعا بالعبري واسم الأم وطاريخ الميلاد والكف وقعدنا أنا وشكران وشف لي الكف والهاي فقال لي قال لي أنت رحي أنا لا بوقتها جاي زيارة لعم فكر اشتغل بالإخراج ولا عم فكر اجي حتى استقر بسوريا جاي زيارة فقال لي أنت رح يكون لك شأن عظيم ورح تكوني حدا كتير مشهور طبعا هذا تنويه هو لا بيعرف مين شكران ولا عنده تلفزيون أصلا وكتير كبير بالعمر وبيته عبارة عن أرض ديارة غيرة كتير وغرفة ولا مختلط توقع كان صائد أنا بوقتها فكرت وعمي قلت لها عمي تسلى يعني لا ولا حتى بيعرف بابا ولا شي ولا شي فقال لي أنت هتكوني كتير مشهورة رح تكوني زو شأن عظيم لهلأ بتذكر أنا أضحكته وقال لي بس يعني ما هتعملي ما هتجي بي ولاد تماما تماما أنا يعني ما أخدت الموضوع على محمل الجد أبدا وما فكرت فيه يعني ونسيته بعد هيك مرور السنين وفعلا بلاشت انشهر والناس تعرفني وانجح رجعت بالذاكرة رجعت بالذاكرة بتذكر وكأنه مبارح ذكرتي الأمومة سألت ربنا يوما ما سألتو بس قلت يمكن فيه حكمة قلت يمكن فيه حكمة بس أقول لك أنا ما كتير رحت بال يعني بالتراجيديا بالموضوع ما كان عندك هاجز لأنه أنا عم عوض هذا الشي مع أولاد أخي يعني أولاد أخي هنن ولادي المهندس إياد والصغير نور فهدول الله يخلي لكم يعني جد كل شي باللوكيشن ولادي الكل بيقول لي ماما الصغير والكبير والأكبر مني بالعمر بيقول لي ماما فيعني إحساس الأمومة موجود باتجاه كل الناس اللي بالبيت يعني بيشتغلوا معي أو بالبناية فكرت تلجأ للأم البديلة ما عندي وقت يعني هكون عم بظلم الطفل يعني ما عاد عندي وقت خلص راحت حياتي باتجاه عملي أكتر يعني كنت عم فكر أعمل عيلة ما بك ما بنكر إنه أنا ما حاولت أعمل عيلة وحتى كنت مضطرة قالت إنه يصير إنجاب بعدة مرات من خلال عملية طفل الأنبوب بس ما نجحت يعني الله ما بعث واحدة من الأسباب إنه ما نجحت كان بسبب إنشغالك بتصويرك وتحديدا يعني في كذا مرة على أطخاصة صح أه على أطخاصة ألا في كذا مرة وفرت لحالي الراحة وفعلا صار حمله وما كمل يعني بس في كذا مرة طبعا كان بسبب ارتباطي بالشغل ما نجح بكل الأحوال هذا قدر وأنا والحياة مبطعتين كل شيء فمثل ما قلتلك حاولت بس لما فشلت ما كانت بالنسبة للي نهاية الدنيا لأنه الحمد لله الله عطيني كل شيء عطيني الصحة وهي نعمة كتير كبيرة وعطيني محبة الناس وشغل حلو ونجاح الله يوافقك الحمد لله وأصلا دايما الحلم لا يتحقق بدنا نصعد درجات درجة درجة وأول درجة بمسيرتك كنت كمخرج منفذ بها المحطة عام 1997 1997 هدا أنت ألف مرة قلنا أهل الدار تلتر النات فكرتك حدا غريب شوها شايفا كأنك عم تكتم شعر لا عم حضر لفحص البكالوريا بورنيليا تأخرت ساعة بدك بشان كيلو حماص شو بيساويلي العلم فوق بعضا شو بده يأكل لك الصرصول يعني أنا يا راوين ما أطعك نصور متل يا را ردي ما بعرف حلوين هالصبايا بيجننوا بيجننوا هدا العملي كتير بحبه بنات أكريكوز تبعا أقول شو حلوين كانوا كانوا وما زالوا هلا كل واحدة صارت نجمة ما شاء الله بيجننوا بس يعني أصدي بوقته كان فيه هيك شي بسيط لطيف وكانوا صغار ممكن يرجعوا ينجمعوا بعمل واحد بالدراما السورية أكيد دراما السورية تحتضن البطولة الجماعية وممثلين عندهم ثقة بحالهم وعندهم ثقة بالنص المكتوب وبيحبوا يجتمعوا مع بعض أنت بداية مشوارك الإخراجة مثل ما ذكرنا كانت كمخرج منفذ مع والدك الراحل هشام شربجي وتحديدا الانطلاقة كانت عام 1997 بالمسلسل كوميدي عائلة سبع نجوم يلي دخل بيوت الملايين إن كان باللبنان بسوريا بالعالم العربي كله شو المسؤولية اللي محملك إياها لأب بنت شيخ الكار أنا بلشت قبل سبع نجوم وين؟ كان فيه عمل إذا بدك مو مخرجون في سكونت سكريبت سكريبت هو الحدا اللي بيضبط الحركة وبيضبط الملابس يعني ما معقول أنا مثلا أكون لابسة معك هلأ هيك بمسلسل وطال على سهرة أكون لابسة شي تاني بأي عمل؟ اسمه طيبون جدا طيبون جدا وكان لعصام سليمانا اللي يرحمه ستنادين خوري مجموعة من الأبطال وكان عم يتصور بضيعة من ضيعة بنياس اللي كتير بحبه اسمه خربة كسيح ففجأة بنت جاي عايشة بدبي بتشتغل ست سبع ساعات وبتاخد مصاري كتير كتير وبتنزل على السوق وعلى المول وعلى الكافيهات ومدل شو وفجأة بتاخدها على ضيعة بالجبل بآخر الدنيا طبعا أنا بالنسبة لإليها تضيع سحر بتسوى كل الدنيا تبتي عم تشتغل بدبي عالم تنفس أطفال صح؟ أطفال ثلاثة سنين ثلاثة سنين ففجأة بتاخدها بتحبسها 18 ساعة باليوم من الساعة 8 الصبح للساعة 12 بتخيل الصدمة أول شي أول كم يوم هيك يمكن هيدا بالفعل أول كاف أكلتي عند أول كاف بكون عسانة قال له لأ بطلت ما بقى بدي الله يخليك بابا تركني أرجع دبي أشاء الله تبالش دبي أرجع مصر أنا موافقة كانت صدمة على عدد الساعات الشغل وبعد شوي صرت صحبة أنا وكل أهل الضيعة وبقيت كتارة غلبة وصرت قعد جمبابا ما بعرف لسا لأني فتت يعني مو بالتدريج فتت بنت المخرج ومن عالم مختلف ومن عالم مختلف فلسا ما بعرف تقاليد إنه ما بيصير قوله للمخرج بصوت عالي إنه شهد ما بيصير المهم ممنيحة هون طلع فينك يقولي يا مودي سكت اسكت كتارت غلبة بلشت بس بلشت كتار غلبة واقرى الحلقة وقل له والله مدري هون لا مو منطق حسيت في علاقة بطربتك بينك وبين الناس حسيت في علاقة بيني وبين هاي المهنة أنا موجودة بس أنا ماني اكتشفتها بدليل إنه بلش ترجع ذكرتي أنا دائما بالمدرسة أنا مخرجة المسرحيات دائما بالجامعة أنا إذا فيه شيء العلاقة بالتمثيل ففتت بها المهنة وانطلقت وأخدتني المهنة أنت رجعت كملتي كمخرج منفذ مع والدك الراحل بعدة أعمال مثل ما شفنا بالفيديو عائلة تمنى نجوم بطل من هذا الزمان أنت عمري وأصرار المدينة صراع الزمن صح؟ جول لنار أو صراع الزمن صح؟ 100% وبنات أكريكوز أكريكوز عام 2003 وقلت زوء وكترة غلبي وقلت زوء وكترة غلبي ليه أنت لقتك بالإخراج كانت بسوريا مش بمصر مع أنه مصر حلمي كتار مصر يعني كانت سوء كتير كبير صعب؟ صعب كتير أصعب من سوريا أصعب من سوريا ما بيتقبلوا الغريب؟ لا مو لا مو هيك أبدا بالعكس مصر يعني كل المخرجين العرب والفنانات شفت يعني قديش عنا تنوع لا لا الفكرة كيف بدي يفوت ومن وين بدي يفوت كتير بدي أخد إحرق سنين طويلة لحتى أوصل بسوريا أسهل بسوريا أسهل أنه الوالد وقدر يعني يحتضني ويعلمني ووفر علي سنين طويلة الحقيقة لما حكوا معي سوريا الدولية لإخراج أول عمل الحقيقة كان بضمانة البابا يلي هو قانون ولكن صح؟ يعني أول لقاء لنا مع ساحب الشركة والمجلس الإدارة عن الشركة كان موجود البابا نحضر مشهد من هالعمل يلا أنا بحبه كتير هذا العمل مثل ما ذكرنا عام 2003 إمتي بإخراج هالعمل يلي هو أول عمل إليك بمساندة الوالد قانون ولكن على فكرة ما إجا ولا يوم على التصوير بس بالكواليس يدعمك أبدا والله بالبيت بالبيت يعمل حاله نايم وقت مثلا أخذ مشهد وقل له والله مستصعبته تعرف شو قال لي شو قال لي قال لي ما تخافي من الكاميرا زدتيها وين ما بدك هي بتلحقك حلو والله كان يحط لك جواسيس على الساد اي كمر كان يحط لك كتير والله كتير وانا بعد ما بعد ما لا ما هنن صاروا يقولولي بعدين كان من هن نزارو ويا أحمد الحم ومجموعة الشباب الحلو هاي اللي طلعنا سوا وكانوا هنن كلهم يشتغلوا معه فكان كان يتطمن من بعيد لبعيد من مدير الانتاج بس ولا مرة بقانون لكن زارني لحتى ولا حتى ياخد صورة بلوكيشن يقول ولا عم ينزل هشام شرباجي حتى ما يقولوا هيد بنت المخرج فأنا بعد ما خلصت تصوير نهائي ومنتاج حبيت استعيير صوته بالراوي وخليت مدير الانتاج يحكي معه مثل كأنه أي حدا غريب حلو اتفاجأ وكان يقول يا بنت الكلب بعد مدير الانتاج يحكي معي ما رح سجلك وكذا بس بعدين لما نزلنا نسجل أصرت أعطيني ملاحظات يقول لي والله طلعت من البيضة وبلشت أعطيني ملاحظات كان كتير مهدوم وكبرت ومشاكس هالمسلسل بيطرح مجموعة من المشاكل اللي بيعاني منا المجتمع السوري مثل الفساد الإداري الفساد الوظيفي والفساد الأخلاقي فساد المجتمع فساد المجتمع ككل اليوم نسبة الفساد بسوريا زادت بعض الحرب؟ لا ما فيك تقول زادت فيك تقول ظهرت شوف الفساد موجود هذا اللي حكينا بولاد بديع موجود داخل كل إنسان النفس أمارة بالسوق فيه شر وفيه خير حسب بقى كيف أنت بنيت هاي النفسية شو اللي تعرضت له بالحياة تفوق فيه دائماً صراع داخلي جوات الإنسان نفسه بين الخير والشار كيف بدنا نقمع منسوب الشر جواتنا جواتنا هاي 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 لك شو هاي هاي أول شي بتكون علاقة حلوة مع الله علاقة حلوة مع الآخرين نشأة تربية ظروف جميلة وروح روح طيبة وروح شريرة أنا عندي قناعة مطلقة بهاي القصة إنه مو بس التربية بتأثر نحنا بتدائماً حتى أنا دراستي بتقول إنه أول ست سنين بالحياة بتشكل البني آدم مع هدد تماماً تماماً موافقته باصمة بالعشرة بس فيه أرواح بتجي هي نزقة هي روح شريرة وحتى شو مكان لو عايش بترهبن يعني بتحسه شرير يكون موجود نحنا بها المحطة وعلى سيرة القانون شو القانون اللي ممكن راشا شرباجي يكون عنده الجرأة إنه تلتف حوله بسوريا لأنه بتشوفه ظالم بحق أو بحق اكتار لا أنا ما عندي قانون واحد وهذا قدرنا الحمد لله بمصر نتجاوزه هو إنه فعلاً الطفل هو بحاجة جنسية أمه هذا كتير بحسه ضروري يمكن بسوريا فيه ظروف هي العلاقة قانون الحضاني قانون الحضانة يعني وقانون الجنسية يمكن لأنه يمكن لأنه فيه عدد من الفلسطينية كتير كبير ما بعرف شو السبب فيه عدة أسباب بس أنا بتأمل إنه هذا يكون يعني عدل إنه الأمة تعطي وأنا بشدة على إيدك بها الموضوع ننتقل لها محطة أخرى أشواك الناعمة عام 2005 عام 2005 أمتي بإخراج مسلسل أشواك ناعمة يلي بيتحدث عن عالم المراهقات وبهالفترة رشا بتكون نسبة الانحراف أعلى من أي مرحلة تاني بتأيديني مرحلة المراهقة هي الانتقال من الطفولة لأن أنت تكون بقى شخص تعتمد على حالك بتتخذ قراراتك فغالبا بيكون فيه تخبط بيكون فيه محاولة إثباتات للذات بشكل غلط إذا ما فيه متابعة من الأهل ويمح لها ديك المرحلة بالألفين وخمسة يعني كنا بأمان وكانت الدنيا مضبوطة هلأ أشوف اليوم ما في الانتقال الألعين الأباء عن جد هلأ طب وعن جنشة شربجي المراهقة نسبة الانحراف كانت عالية يعني أقصى شي عملت وغلط زوغت من المدرسة ومن ثلاثة يعني لا سيجارة ولا سهرة ولا ميكب مثلا بالمدرسة ولا أصير ولا بوسط صديق بوسط شاب أبدا أبدا كتير مثالية كيمكن البيت الماما كتير جديدة أصلا مثلا ما حتلي لأنه يكون عندي مجال الحرف يعني أبدا أبدا يعني عسا عوعدتك كيكون بالبيت كونه في وشادي نظام عسكري هي شويش نايرة أبدا الله يطول بعمره بالمدرسة كنت التلميذة اللي بتقعد قدام أو وراء مع الشلة لا وراء وراء مشاغبك من أنت وصغيرك وراء بس الغريب اطلع الأولى الثانية الثالثة يعني ما بعرف وكانت دائما ماما تهدته لأخي تقل له بضل طول السنة قاعدة جمبك وجايبت لك مدرسين وقاعدة عم وهي هاي ما بشوف عم تدرس ولا بتقعد وبتطلع الأولى كيف بس بدي افهم ما بعرف كانت دائما متفاجأة مني ولأ ورمية تبتي إنه خلاص هاي بتدب الرأس خلقت غيري بينك وبن خي أبدا حبيبي هذا مو خي هذا ابني كبرت 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 بتعرف شو بتعرف إنه أنا صغيرة كبيرة ما هتصدقني أنا كان عمري عشر اتناشر سنة مسؤولة عن أخي بروح على المدرسة بس يضرب جرز هكلم مصري لأنه غصبا عني بس يضرب جرز الفصحة بتاعت الحضانة كنت أنا بتابق الرابع أنزل عنده بس لقت طمن إنه أكل صندوشته ولا لأ بيعايت ولا لأ فكنت حس إنه هو ابني وكانت لما تطلعه نايت فيروسة بعضا عشادي بيحد بك يقول لهم وقفوها هاي ما بقى بدي أسمعها بالبيت كنت كثير إزعل هالعمل رشا جامعك بالنجم السوري كنت علوش بتقليلة لكنت صار الوقت إنك ترجع إلى سوريا لأنه الدراما السوري بحاجتك ياريت تعرف إنه أنا مو اكتشاف كنا سهرانين بسهرة من سهرات أدونيا إذا بتتذكرها وكنت عم وزع بأشواك ناعمة وفي دور وهي كانت خريجة قسمة ناقد قسم ناقد بس هي بنت جميلة كتير يعني وحضورة حلو ومحبوبة من الوسط الكل يعني بيحبك وكانت صديقة هي وسلافة مع مار كتير والهلأ بيحبوا يعني هلأ كنت وإنت سلافة نقطة ضعفك من البداية من البداية سلافة أعدى بقلبي وحطة رجلة على رجلة فعم نقول عم نقول يلا كنت صوري معنا نشوفه كان في دور طبع ريمة هلأ هلأ بذكر الاسم قلت لها ما تعملي شي خليكي أنتي هيك ما في ريسك يعني ما بتخافي خليكي أنتي ذلوعة وغنوجة وحلوة ما بنا أكتر من هيك وبلشت ومشاء الله عليها بتقليلا ترجعي ياريت وعلى أمل أصلا كل النجوم سهلين يرجعوا يجتمعوا ياريت ومحطة جديدة بعنوان غزلان في غابة الذئاب خلينا نحضر هالمشهر هذا العمل عمل نقلة بحياتي بالألفان وستة تقريبا برأيك المرأة بالعالم العربي لما بدا تفوت على الوسط الفني بتكون غزالة بغابة من الذئاب؟ لما بتفوت على أي وسط ليش الوسط الفني بس؟ طبو هالغزالة بتططب على أنوستها بكلمة حاضر للرجل؟ حاضر هاي بالبيت بالشغل ما في حاضر بالشغل ما في أنوست نا خالص وبالبيت كل الأنوست ليش بالبيت بدك تلحق ليش بنحقها بالبيت؟ لا شوف البيت بالحياة الأنثة أنثة الأنثة لازم تكون حنونة لازم تكون لصيفة لازم تكون ضحوكة لازم تلم البيت وتجمعه ولازم تقول حاضر لزوجة ليش لا يعني هو عيب هلا حاضر أكيد مو على الغلط يعني ما هي إلا والله روحي مثلا قلت لي فلان بتقول له حاضر لا لا حتى لو فيه شي بتناقش بس انه الشغلات البسيطة اللي هي ما بتعمل ما بتأذي مثل مثلا انا ما بدي اطلع هالسفرة انا ما بشوف هاي العيلة مناسبة لان تكون رفيقتنا انا ما بحب هذا الفستان انا ما بفضل مثلا نسهر بالمكان الفلاني هذا كله حاضر نعم مش افضل من حاضر لا هو ها هذا الفرق لانه فيه مرة يمكن طلعت مع رابعة قلت هاي القصة فالناس نحن كلمة حاضر بمصر هي مثل نعم تماما يمكن حاضر هون الى مفهوم تاني بس هي حاضر يعني نعم يعني طيب يعني ماشي حاضر هون يعني الامرأة شوي خاضعة لا حاضر هي نوع من انواع اللباقة كلمة حاضر انا ممكن اقول لك ايه بس بشع هالمسلسل بيتناول هموم الطبقات الفقيرة بسوريا اليوم المجتمع السوري ومع كل اللي عم يعانين برأيك لوين رايح المجتمع السوري اكيد رايح لمكان احسن حلو الامل لانه مجتمع اكيد نحن كلنا محكمين بالامل لو ما في امل ما بنعيش خلص بنوقف يلا خدونا يا الله خدنا وخلصنا وبدنا شوفنا بغير جيل شوفنا بغير جيل بتآمن بالتقمص ممكن ما بعن عندي انا احترام لكل المعتقدات لانه فعلا خبريني عن معتقداتك خبريني عن معتقداتك بتآمن بالتقمص ما بآمن فيه بس ما برفضه ما بنكره ما بعرف ما بعرف فيه تجربة لمستية فيه هلا من المحيط طبعا فيه بس انا ما بعرف اذا هنن صادقين ولا لأ يعني بس بس انا بحس ان الروح فعلا لا تفنع طب هي بتبقى عند الاله بتبقى بالسماء طائرة ولا بتروح على مكان تاني ولا هاي الله بيعلمها هاي دي معتقداتكم نحترمها كفيلي عن المجتمع السوري والفور المجتمع السوري شوف انا بقول لو المجتمع السوري ما عنده رادع اخلاقي ما بدي قول ديني لانه الاديان كلها تدعو للاخلاق الكريمة كلها فلو ما عنده رادع اخلاقي مع هالظرف الاقتصادي الصعب وهذا الضغط العالمي عليه من كل مكان ولو ما كان فيه دولة ما زالت متماسكة وفيه مؤسسات متماسكة وفيه احترام لهذه الدولة كنت شفت الجريمة بالشارع ما زالت فيه دولة ما زال فيه احترام للناس ببعضها لا شك منتشر الجريمة لا شك منتشر الفقر لا شك فيه وجع بس اللي بدي يقوله نحنا وهذا اللي كنا عم نقوله بولاد بديع نحنا ما بدنا نلبس اخطاءنا ووجعنا وفسادنا فقط للمؤسسات للمؤسسات ولا الأنظمة لا لا نحنا الفساد بيطلع من قلبنا نحنا كبشر كبير وصغير صاحب سلطة وحدا عادي مقموع بالحياة فهذا اللي عم نقوله كلنا من مرة ظالم ومرة مظلوم كلنا مرة ضحية ومرة جاني كلنا عنا طانا وقدار تمام من انتقل الله محطة جديدة رجل الأحلام عام 2007 انت بهالسنة اخراج تيم وسلسل رجل الأحلام وهو عمل كوميدي بامتياز يمكن اتجوزت عمل مهم انت ما بعرف اذا او لسه ما اجا مكان لا قبل هو هو بين اشواك ناعمة وبين غزلان في غابة الزياب ايه خمسة وخميسة خمسة وخميسة من الاعمال الكوميديا الفارس في مكان الواحد لساتكم والحقيقة حقيقة يعني انا ضحكتي صعبة وبكوتي صعبة بس فعلا كان يضحكني من قلبه يعني بعد ما تنعرض الحلقات بعد ما بتصير بعيد عن اللوكيشن وبعيد عن السات فعلا عمل بيضحك كتير فأنا بحب الكوميديا بقدر اصنع كوميديا مع ان هي صعبة وفي ازمات نصوص برأيك بالكوميديا ما في ليه الجو العام ما تتخيل حدا يكون مكتئب او خايف او تحت ويكتب نص بيضحك استحق وبالنهاية للدراما هي مراية للمجتمع مراية للمجتمع صح بوافق مين رجل احلام رشا شرباجي كل رجل صادق كل رجل قد كلمته هذا رجل الاحلام لقيتي لها الرجل اكيد لا يخلو يعني انا لقيته او ما لقيته لا يخلو الموضوع انا بالنسبة لقلي يعني جواست هلأ مراحل كتير بحياتي صارت خبرتي اكبر ومتطلباتي اوضح بالحياة بس اكيد في كتير رجال من ناح في كتير في كتير رجال من ناح طبعا حلو رجل الاحلام قام ببطولته الممثل ياسر العظمة طبعا خلينا نحضر هاتو الصريح له وببالغ الحزن والأسى اقول ادراما عنا مريضة تحت ضير ناجم ياسر العظمة انتقد الدراما السورية شوي كان قاسي بانتقاده وقال انه مريضة وما بتعكس الواقع والقائمين عليها اما جهلي او تجار او مغرضين شوف لما قامه مثل الاساس ياسر العظمة يقول هذا الحكي فكلنا بدنا نقف لحظة نفكر ليش هو قال هذا الحكي لانه ما هيطلع معه من فراغ وهو مو حدا لا نقصه شهرة ولا نقصه يهاجم فلان او علتان قال هذا الحكي عن محبة وعن وجع وعن وجع وعن وعن وقفت هاللحظة انت طبعا كل الناس اللي بيحبوا الدراما السورية عم نقول نحن عنا وجع طلعت من العناية الدراما السورية لسه بكير نحن هلأ عم نحاول نقف على رجلينا نحن فيه فترة كنا نخجل انه هاد عمل سوري واليوم بعد ما كان عنا نهضة الاستاذ حاتم علي الله يرحمه يعني يكمل اعمال اللي كانت منافسة بالوطن العربي كله واوة بالاخر فما فينا ننكر ان احنا تعرضنا بفترة وسقلنا لجأنا وشالتنا الحقيقة الدراما المشتركة وانت كان لك بصمة حلوة بالاعمال العربية المشتركة هل انا عم بقلط مراحل عم بسبق مراحل عليقات خاصة عام 2015 سمرة 2016 طريق 2018 ما فيه بجزئين 2019 و2020 وبروفا عام 2019 كمان مظبوط تمام بين هالخمس اعمال اي عمل اذا بحال رجع فيك الزمن لوارا بتعيدي حساباتك قبل ما توافق عليه ولا واحد ولا واحد كل عمل تعلمت منه شيء كل عمل ترك بصمة بمكانه لجمهور ما كل عمل اكتسبت منه وصداقات وآهل ومحبين كل الأعمال تركوا بصمة حلوة ايه كلهم كلهم ومننتقل لمحطة جديدة يلا شرف فتح الباب عام 2008 خلينا نحضر على الفيديو يلا عام 2008 كانت أول تجربة إخراجية لك بمصر تاني تجربة تاني تجربة بعد ولاد الليل بعد ولاد الليل الأستاذ جمال سليمان بأي سنة كان قبله بسنة قبله بسنة قبله بسنة فإذا تاني تجربة لك بمصر بيها المسلسل يلي هو شرف فتح الباب مع الممثل يحيى الفخراني مع الرائع مع الرائع يعني نجد دكتور يحيى وانت عدت التجربة معه أيضا بعام 2009 بمسلسل ابن الأرندلي الأرندلي ليه من وقتها ولليوم انت غايبة عن مصر أشوف مصر بدك تكون موجود بتغيب سنة بيكمل القطار ما بيقف ما بينترك أبدا بورصة بوقتها أنا جاني يمكن زمن العار بالألفان وتسعة بعد ابن الأرندلي يمكن هيك هيك بتذكر المهم ما كان فيني اعتذر يعني كنت عشقانت ومغرومة فيه للنص فبس تقطع رمضان ومع ذلك إجاني برمضان بعدها بس تقطع رمضان التاني خلص بتنتسل لأنه ما شاء الله فيه صعب الادراما المصري صعب اختراقه طبعا ما في شك أنه الادراما المصري الاناكتة والادراما السوري الاناكتة جعفر العمد السنة الماضية مظبوك كسر الدنيا لامحمد رمضان السنة كمان لمحمد ثامي نعمة معاولين شوفك مجتمع أنت ومحمد رمضان يا رأيي والله أنا كتير بحبه كممثل كتير كتير يعني أنا مثلا كتقول كمطرب ما كتير بيسمع له لأنه ملوني يعني أنا شوية حدا هادي وتقليدي وبيسمع عن الشغلات القديمة بس كممثل رائع مبدع بتقيل له أنت نمبر ون والله بالتمثيل نمبر ون بيستهلة بيستهلة والله إيه بعرف قدية بتحبي زمن العار خلينا نقف على هالمحطة خلينا نحضر هالفيديو كمان شو بدك اللي أنا بدي أعرف مين أبو مين ومين يلي عم يدفع عام 2009 أخرجتي مصلصل زمن العار بكل صراحة رشا بتقولي اليوم هو زمن رشا شربجي إخراجيا وبكل فخر اليوم اليوم لا حلو نزقف لحالنا ما تكوني أنانية لا بقولي الحمد لله أنه أنا موجودة الحمد لله أني قللي بصمة الحمد لله أن أنا حدا مؤثر الحمد لله أن الناس بتحبني وهي مسؤولية كتير كبيرة وبتخوف نعمة كتير كبيرة محبة الناس أنت معا أنه الفناني كون حكر على مخرج معين لا أبداً مخرج واحد لا بالعكس أبداً بس معا بين خصين معا الكيميا يعني مثلاً أنا إذا عندي أتنين فنانات نجمات بالتسويق بالأداء بالحضور بالالتزام وبدي فيه واحدة صديقة وبحبها ومعشارة حلو بتفهمني على الطائر مثل سلافة معمار مثل سلافة معمار قاعد بقلبي قاعدة بقلبي أنا بحبها من وقت أشواك نعمة ومن قبلها ومن وقت شفت أول مرة على المسرح كانت لسه حتى ما بتعرفني شفت على المسرح لفتت نظري جداً وقلت هاي البنت يعني شو هالطاقة وشو هالحضور وشو هالإحساس فإذا عندك هيك حدا بتقدر تعيش معه 18 ساعة وكيميا وتفاهم وفي نفس الدور ممكن كمان ياخدوا حدا مهم كتير بس الكيميا أقل شوية وتفاهم أقل شوية شوان بتحاول تبرري رشا هون لمين لا موت برير بالعكس عم بيحكي عن هاي الحالة هنم بيقولوا تسمعي هنم بيقولوا أنا عم قل لك أنا عم بعمل لك سكوب لحق بيقولوا إنه عندي رشا شلالية أبدا إذا بتشوف السيفي أنا اشتغلت مع كل نجمات سوريا وعم نسردن بكل فخر تماما واشتغلت مع كل نجوم سوريا بكل فخر ومع كل شباب سوريا يعني ما عندي حدا هلا بقول لسه ما منك متحيزة لحدا أبدا بس شوية لسولافة لأنها صديق حبة لسولافة طب بكل صراحي لليوم بدوا يشتغل مع رشا شرباجي بدوا يقدم فروض الولاء والطاعة أبدا من وجهة الحكي عم بيسألك أبدا لأ قلت اليوم أنت عم تكتب كتاب شهرة الخاص فيك أنا بيسألوا أنت دوني لا لا شوف أنا حدا كتير بيسمع وحدا كتير بيتناقش وحدا كتير بيحب يريح كل اللي حواليه لحتى أخذ منهم أحسن شي عندهم بس لما بنوصل ولما تقول التوفي لما بنوصل للتنفيذ وخلاص ماتفقين على شكل معين بفضل أن احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه بمنتهى المحبة ومع ذلك بعطي مساحة للارتجال واللحظة لأنه بكون مخرج موذكي للي بيطفي لحظة الارتجال عند الممثل ولكن يقال لرشا أنه معهدك دراما رود عم يأخذ من درب وطري خريجيه المعهد العالي للفنون المسرحية أبدا اتهم بوطر أولا المعهد العالي للفنون المسرحية إله الأولوية دائما لأنه أربع سنين عم يقدم حاله وعم يجهز حاله مع أساتيسته وأنا بعرفهم وبحضر غالبا العروض طبعهم بيجي بعد المعهد دراما رود لأنه أنا بأخذ شباب جهزين شغلين على حالهم عندهم بيز ما بيعزبوني وبنفس الوقت بساعدهم وبيجي بعدهم الموهوب يعني هذا الموهوب اللي لا قدر يفوت على دراما رود أو معهد تاني أو ما قدر يفوت على المعهد العالي خلاص ندفنه قد يكون موهوب أكثر من كل هدول وتابع أعمالي على فكرة هتلاقي كتير بعطي فرص للشباب من المعهد ومن الدراما رود ومن المعهد الأخرى ومن الشارع كل دور بيفرض الكاستنج طبعه تعرف بالدراما رود بنقبل ناس عمره 30 و40 و45 لأنه احنا بحاجة كتير هذا العمر اللي هنا أغلب الناس اللي أسسنا لهم أنا كان عندي دفتر سحري بولادة وبغزلان كنت أنا والمساعدين نكتب هذا موهوب وهذا بيعمل دور الدكتور مني هذا بيعمل دور الضابط مني هذا بيعمل دور هو موهبته هذا الحجم هدول تشرزب وحرام يعني صارت تغريبة كتير كبيرة وراحه راحه الدفتر وراحه لها الوجوه الحلوة راشا شارباجي نكافين بكتاب الشهرة الخاصة فيك نورتينها طبعا ولكن من بعد أول فاصل إعلاني نكافين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالمخرجة المبدعة راشا شارباجي أهلا وسهلا فيك مرة جديدة راشا محطة جديدة بعنوان تاخد شرق عام 2011 خلينا نحضر هالمشهد وينو؟ راح ألا أنت معجب دولة عقدك من محافظة ولا أنت تركتي واحدة من قضايا مسلسل تاخد شرق واللي بيطرحها هالعمل هي النزوح داخل الوطن بتوافقين الرأي بأنه قدر السوريين مقصوم بين النزوح واللجوء طول العمر صعب السؤال لا مو صعب لأنه في فرق بين النزوح واللجوء أي أصعب لا اللجوء أصعب النزوح نحن كلنا داخل الوطن يعني هلأ أي حدا نازح من القناطرة مثل ما قال يعرب هو بالقلب وطنه عنده حقوقه وعنده واجباته وعنده انتماءه وعنده كرامته وأنه هو معنه لاجئ بس إحساس اللجوء كتير بشه حتى لو كان إنساني حتى لو كانت الدولة اللي عم بتحتضن هذا اللاجئ هي دولة عظيمة وتحترم حقوق الإنسان ولكن بس إحساس الإنسان أنه هو برات وطنه وأنه هو مهون مهون أنا منبوز؟ لا ما يمكن قد يكون غير منبوز وقد يكون واقعه أحسن بكتير من لما كان ببلده بس بيبقى بيبقى إحساس أنه أنا مهون بيبقى إحساس أنه أنا غريب لأي غصيت لأنه بزعلي على كتير سوريين رفقاتي وأصدقائي وبعرف قديش هن بوضع أفضل من لو كانوا بقيوا بسوريا بس صدقني كله غص اللي بألمانيا وأخواتي توقع من اتنين بألمانيا لصغار اللي بألمانيا واللي بكندا واللي بمدريوين واللي بسويد واللي بأستراليا بس كله متمنى يرجع كله متمنى يرجع هيك الزمن لقبل هالكابوس ونرجع نعيش مثل ما كنا هالكابوس غالص برأيك راشا؟ يعني ما في شي ما بيخلص علي الدنيا يعني ما في شي بيبقى على حاله بس في ترسبات ترسبات وفي أتمان اندفعت وفي وجع وفي انهيارات بدي ترجع تتعمر والانهيارات الحجر مو مشكلة إذا بتشوف حلب هلأ ما بتقول حلب السنة الماضية لما استطلعتها لحارة الإبة بسنة ما في أسهل منك تعمر الحجر بس تعمر الإنسان بس الأطفال أطفال اللي طرعوا برا التعليم الأطفال اللي شردوا الأطفال اللي مهم معرف لهم أب ببعض الأحيان هذا الأهدول اللي بيزعلوا وهذا الوجع الكبير اللي لازم كل الدنيا وكل السورين يحطوا إيدهم بإيد بعض لحتى نقدر نتجاوك الجوز هذه خطورة قريباً قريباً؟ من هالعمل ولدت راشا المخرجي من رحم الإبداع؟ لا من غزلين من غزلين لا من غزلين وانطلقتي هالمسلسل بيطرح قضايا اجتماعية جريئة مثل الفساد بسوريا كم مرة اصطدمت راشا مع الرقابة؟ كل عمل كل عمل؟ ليه؟ ما بعرف؟ لا مولي مو ما بعرف يعني يمكن لأنه أبحث عن الأفكار الجديدة اللي ما انطرحت عم ببحث عن الخلل دائماً عندي غضب تجاه وتمرد غضب وتمرد اي لا فيك تقول غضب أكتر من التمرد غضب تجاه كل شي عوج ما بحب ولا يجلس بدنا نصطدم مع الرقابة ولكن بالفترة الأخيرة لأنه البلد عم بتمر بظروف بحاجة ترويه صار فيه شوية أنه خلينا نفكر شو اللي بينقال شو ما بينقال والحقيقة أنا اللي بهمني أكتر مو رقابة الرقيب بوزارة الإعلام أو بالدولة أنا بهمني أكتر رقيب الشارع رقابة المشاهد هاي بتهمني أكتر وبتعني لي وبفكر فيها كتير تعرفي راشا أنا هالعمل لأنه اصطدفت نجوم كبار من سوريا وبلبنان أيضا هالعمل أنا شخصيا بوصفه مثل صفرة العائلة كانوا لكل مجموعين على هالصفرة وفجأة تغير كل شي من بعده شتتوا الأبطال يمكن بسبب قراءة السياسية ما بعرف لا برأيك شو سبب التشتت؟ التشتت صار بسبب الحرب فقط فقط ما فيه أي سبب تاني بالعكس يعني كانت فترة ذهبية وكان فيه جرأة وكان فيه كسر الطابويات بتاخد شرقي بالأعمال يم مشهدي أعمال سام الردوان أعمال فؤاد حميرة كان فيه كتير جرأة خالد خليفة بس برأيك أين ترح يجل الوقت نعكس الواقع إيد بإيد؟ ليش ما عم ينعكس برأيك؟ إيد بإيد؟ عم ينحاول عم نحاول كلنا عم نحاول كلنا بالعكس أنا بشوف أنه الإسرار على أن أنت تناقش تناقش المشكلة وتحط الضو عليها وتتحركش المجتمع وبظن أنت أكبر مشكلة ناقشتها من بعض الحرب كانت بمسلسل شوق صح؟ نحضر هالمشهد بعد غياب لسنوات عن الدراما السورية قررتي ترجعي بهالعمل عام 2017 لقيت فرصة هون لتسجل موقف وطني؟ لقيت فرصة لقول أنا ضد الإرهاب أنا ضد الإسلام السياسي أنا ضد التطرف أنا مع التسامح وأكدت بولاد بديعة على فكرة أن بيوت الله هي للتسامح هي للمحبة هي مو للأتل والدبح والشن والرجم والقطع الرأس والقطع الإيد لا هي للمغفرة هي لتجمعنا مو لتفرقنا أنا مو ضد حدا مو ضد العلماني أبداً وهذا قلت كمان بولاد بديعة قبول الآخر هذا كتير مهم وهذا بقولة أولاد بديعة العمل راشا بيتناول شكل من أشكال الحرب بسوريا وهي استخدام الجامعات الإرهابية للنساء كسباية امرأة عم تحبك وجع النساء وظلمهم هون راشا الامرأة تخلت عن مشاعرها أو كانت صارمة شو صار فيك وراء الكاميرا لا ما تخليت عن مشاعري أبداً بس كنت صارمة وكنت صادمة وين؟ خلينا نشوف بالكل المشاهد خلينا نشوف الحقيقة مثل ما هي ما نجملها عم يقولوا عنيفة عم يقولوا آسي وليش هذا غايد من فايد هذا قدم أسهبنا بخيالنا شوفوا اليوتيوب شوفوا الواقع بيزدمنا أكتر عرضت النساء بالوطن العربي ومنهم يعني بالعراق ومنهم بسوريا ومنهم بعدة أماكن لتعنيف لأبشع أنواع الظلم صح يعني فيه أبشع من أن تباع وتشترى المرأة في شي مرة بكيتي؟ أنا ما ببكي بعرف بشي أنا ببكي بس أثرت طبعا بتصدق أنا فعلا تعبت بشوق نفسيا وخاصة أنه فتنة على مناطق مثل دارية لنصور على أساس أن هي تدمر نحن فتنة بعد عشر تيام فقط من دخول الجيش فكان لسه يعني أثار الحرب نحن نحن سمعنا عن الحرب ما عشناها نحن ما عشناها عم بحكي عني وعن أمثالي وين كنت؟ كنا بعيد كنا بس عم نسمعها ولما لمستيها؟ بتوجع ألم وقهر وعجز كله كوم والعجز كوم تاني ما وصلك تهديدات من بعد العمل؟ ايه شو صار؟ شوفها لأ المفارقة أنه مثلا أنا كتير بهاجم أوقات مؤسسة أمن مثلا فعلا لم يهددوني بس داعش هددوني كيف وصلك التهديد؟ على التليفون اللبناني بالتحديد كان توصل مسيجات على الانستجرام ما هو معروف من وين كلها صفحات شو يقولولك؟ رح نعمل ورح نساوي ورح تموتي ورح تعملي ورح تساوي كيف حميتي حالك؟ كيف حصنتي ذاتك؟ الله بعد اسمه ما عملت أي فعل ما استعنتي بحراسي؟ ما لاجأتي للنظام؟ ما طلبتي أمن زايد؟ لا لا ولا شيء أبدا لأنه بعرف اللي بيهدد جبان واللي بده يعمل بيعمل ما بيهدد محطة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك بعنوان حارة الأب 2021 22 23 24 نحضر هالمشهد الله وكي لك يا ابن عمي أنا ما كنت فتحت مي بكلمة لما منخوفي أنك تزعل منها بين 2021 و2024 أخرجت ثلاث أجزاء من مسلسل حارة الأب ولكن الجزء الرابع اللي كان من المفترض عرضه برمضان الفائت توقف فجأة شو السبب؟ لا ما توقف لم ينجز لم ينجز شوف هو العمل كان مكتوب خمس أجزاء من الأول الجزء الرابع أنا انشغلت الحقيقة وكل الأبطال انشغلوا يمكن مشان هيك تم تأجيله تم تأجيله مشانه انت رفضتي لا أبدا 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 بالعكس خلينا نشوف هالخبر هالخبر بيتحدث عن أخطاء بالمسلسل ومنها ضعف محتوى القصة واللي تبين انها مستنسخة عن عدة أعمال أخرى ومحاولتك انت بغطي هالضعف إخراجيا شو ردك؟ والله أنا من أجمل النصوص اللي قرأتها مشوق وأبدا ما في شي بيشبهه هو يمكن انحكى عن فكرة الأمانة ما هي فكرة الأمانة هاي بدي تضل مرافقتنا لعمره بحاله بدنا نحكي فيها بكل العصور وبكل المسلسلات الاجتماعية والشامية والرومانسية في أجمل من الأمانة ان انت تصونة وانت قد الأمانة طيب فلا أنا بالعكس أنا بشوفه نص مشوق جزء الثالث يعني ككتابة مشوق جداً وفيه ست أم العرفة عملت فيه دور اخلاص أنا اتفوقت على حالة الحقيقة ننتقل لمحطة كمان حلوة وناشحة بمسيرتك يلا كسر عظم عام 2022 خلينا نحضر هالمشهد يعني يابهي بيوجع هالمشهد بيوجع أنا إيه وقتها هيك زعلت كتير أنت بالـ 2022 أخرجت هالمسلسل مسلسل كسر غضر ولكن حسب معرفنا أنك رفضت إخراج الجزء الثاني منه صح؟ صح تعتبر قرارك كان صائب من بعد النتيجة؟ لا أنا ما كنت يعني ما كان هذا هو العمل ما كان فيه ورق لحتى أقول أنا قريته وقلت لا ما أنا منيح أنا أول ما شفت الجزء الثاني ما بعرف بتعرف أنا خلص تصوير بتعرف خلص تصوير قبل 48 ساعة فما بعرف أبداً ولسه ما شفته بس أكيد رح شوفه بس أنا قبل حتى ما ينكتب فكرت أنه لا ليه؟ الشخصيات وصلت لزروتها اللي بدنا نقوله بهذا بهذا المسلسل وصل للي بدنا ما بدي يعني استجر نجاح من عمل خلص قدم قدم الفكرة وقدم الشخص وخلص ما بقى فيه مجال تفتح له جزء تاني وأنا قلت لهم يعني أنا بنصحك وما تشتغلوا جزء تاني فيه أفكار كتير وممكن تكون تحت عنوان كسر عظم بس عائلات أخرى لأنه كسر العظم بسوريا كتير كبير بعد الحرب كلنا مكسر عظامنا كلنا فقديش فيه كسر عظم بكل طبقة وبكل عائلة وبكل ضيعة وكل بيت فكانت فكرتي أنه نحن إذا بنا نعمل كسر عظم نستخدم الاسم ويكون بغير مكاني بغير إطار يعني فأنا فضلت أن أحتفظ بنجاح الجزء الأول وما خاطر بجزء تاني أنت يقيل أنه خلال تصويرك لهذا العمل وتم تداول أخبار عن اعتقالك من قبل السلطات السورية أبدا وقت أنت نفيت هالأمر وطلعت على الهواء إذا تتذكر مظبوط أنت نفيت هالأمر مين برأيك كان له مصلحة بالترويج لهيك شائعة ضدك هي فوضى أحدا بده يركب الترند هو كان عامل كتير ترند مظبوط فقال مين أشهر حدا ممكن نركب عليه الترند هلأ هو كسر عظم يلا بنطلع هالإشياء عن الناس يحبوها الحمد لله إلي شعبية بالشارع وهي أكبر نعمة أنا حصدت بحياتي فيلا نقول نعتقل وها يصير في لايكات وها يصير في متابعات وها يصير في مثاري من وراها بهمك لترند محطة جديدة بعنوان مربى العز عام 2023 شو صار كترت غالب عم بعمل الأكشن أنا والمخرج المنفذ في طفل صغير بيجي ممثل مسلم بيدفشوا فأنا بدي أقول لهم كيف يندفش حتى ما ينكثر وما يدى يعني أنه أنه يكون في مرونة وهيك فما أدري شو صار أستاذ واسيم بدر المخرج المنفذ بوجه له كل المحبة وكل التحية من أهم مخرجين المنفذين بالمنطقة يعني بالوطن العربي فعم نعمل فعلا وأنا دائما بقدم أنا ويا المشاهد للممثلين دفشني بس والله مو بقوة وكسرت إيدي أنا ما بعرف شو صال لي اختلت وازني وقعت على إيدي أنت شايف إيدي كتير نحيفة وهو مع أنه هي عضمة الزند عضمة الزند قال لي الدكتور هي عضمة أسية كتير رفعة كتير وسأسية كتير وجع جابوا لي حدا لفلي إيها وكفيت للصوير كفيت للعشرة بالليل كنت جبارة على ذاتك كل الناس ما تعمل هاي العملة لأنه بتدفع تمانها بعدين ما كان في مجال هذا المشهد مثلا كان بالحلقة مثلا 17 ونحنا كنا عم نعرض لـ 12 أو 13 فبدو يتمنتج وينزل ويتمكسج ويتلون وينزل على الحلقة فما كان ممكن أبدا أنا وقف ضغيبة عنه كملت مع مسكنات طلعت عن مستشفى بالليل فاكتشفت أن فيه كسر وتجبصر وتعلمت ما بقت عيدة هالحركة وتعلمت ما بقت عيدة لأ وبنسح أي حدا ينكسر فورا فورا لأنه بالطول المدة لما بتتأخر بصير في التهابات ننتقل لمحطة يالكتار ناطرينة ولاد بديعة ولاد بديعة عام 2024 وأبدعتي فيه شو عملت بالعالم العربي شو عملت بالعالم العربي أنا بتفاشع زيك تماما ولاد بديعة يعني نزج الفكرة كان عم يصور معي يامن يامن الحجلي يامن الحجلي طبعا علي ويامن من أجمل الكتاب فكنا كان أنا مفترض اشتغل على صفيح ساخن ووقتي ما زبط فصاروا يقولوا لأ بدنا نكتبلك شي لتشتغلي اطلوا يلا فكروا هيك بين الضحك والبديعة كنا عم نحكي عن فكرة والله فكرة مجرد فكرة ويامن صار يحكي لي ياها وهنا كنا عم صور هيك بالحارة يعني كان أخذ دور كتير حلو معي بحارة القبان فونامت للصورة حت وبعدين السنة بيديقلي علي واجه بيقلي بتتذكري ولاد بديعة لا حكينا الأول بعد رمضان بعد ما خلص رمضان الماضي أنه فكرة ولاد بديعة بلورت يعني صار فيه فكرة المهم بعد شوية بيديقلي علي بيقلي بانتلينس رح تاخد العمل قلت له طبعا فورا أنا كتير حابة أشتغل معكم وكتير حابة يعني افتح علاقات جديدة مع بانتلينس لأنه واضح أن هي شركة فايتة بضخ مالي كويس بفكر فنان مو منتج بس فتقبلنا ووقعنا واشتغلنا وكانت وكانت هذه الظاهرة الغريبة جدا بولا بديعة معقولت استثمروا هالنجاح بجزء تاني؟ ما بتوقع المشاء الله الشباب عندهم أفكار كتيرة يعني لا تنضب راشة بكل صراحة إذا بدك تختاري بطلي نجمي لبنانية تؤدي شخصية سكر بدل سلافة معموار ما تقليلي أنه السلافة ركبت لها الدور ركبت للدور وحققت النجاح اللي بدي لا ما رح تردد باميلا الكيك باميلا الكيك حلو ليه؟ أنا كتير بحب شغلة كتير بحب حضورة صادقة وحساسة يعني وبتشبه سكر حلو واشتغلت معي هاي الطبقات اشتغلت معي إذا بتتذكر بسامرة دور البنت اللي عندها الإيدز بالغجر أببعت مع أنه عتبتك شوية بحلقتها قالت لي أنه راشة ما كانت قضبتني جد إلى أني البست الشخصية وهوني عملت لها صدنة العذر معتب لا هي أنا بوقت شفت عن دي كلوديا شفت عن دي كلوديا مالشريليان أنا ما بعرفها كنت شايفتها بجزور فلما شفتك أنا عم نتضحك قلت لي لكلوديا وطبع بقدم لها تحقيق أنا من الكتاب اللي كتير بحبه نفتخر فيها كتير وعندي معها يعني هيك مشروع كتير ناجح فقلت لي والله كنت فراكز كتير شو كيف دي أعملها غجري هاي لك وهاي بدها شغل كتير ولما لبست الدور أثبتت إن لق الممثل بيقدر يعمل كل شي بدنا نحكي شوية عن دور مختار يلا كيف تركبت على الشخصية مركبة معقدة كتير شوف نحنا كتير قعدت أنا ومحمود وعلي ويامن كتير بالبداية لأن هي هي شخصية كتير مركبة وكتير حرجة وممكن تاخدنا لأماكن مو واضحة فقررنا هاي الشخصية شو عندها مشكلة هي عندها نوع من أنواع الزهان البسيط الخطر جدا ليش خطر جدا لأنه ما بيظهر للمجتمع يعني هو أنت بتتعامل معه فترات طويلة هو شخص طبيعي زكي ممكن السيطرة على هذا الزهان بالأدوية وممكن إحساسه بالإنجاز وبنشوة الإنجاز تخليه تخطى المرض لفترات ومع أول إحباط بيظهر أنيابه وبيصير شرير وخطر وقابل لأنه يرتكب جريمة فالحقيقة هو شخصية كتير مركبة ومحمود قدمها كتير بطريقة حلوية كتير طريقة زكية بس شفنا مشهد له أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعية اللي هو مشهد اللي لبس فيه قميص النوم تفريعة إذا بدنا نقول واتهمتي أنت ومحمود بترويج للمثلية هون أبدا أبدا هذا بيقلك أنه هذا الشخص اللي عنده ذهان ممكن يرسم سيناريو من الألف إلى الياق سيناريو ما بيخطر على يعني كلنا قلنا خلاص شو بده يعمل بيحي هذا اللي ملقح عنده مصيبة بالبيت وكيف ده قام فكر لدرجة أنه يحط بيروك ويصور ويحكي حوالها ينكشف بالعكس هاي المشهد أبدا ما كان ترويج تقبلت الانتقادات عادية طبعا طبعا مقام الأربعين والصوفية كانت حاضرة بالمسلسل ووفاة أبو الوفا وانتقاله إلى مقام الأربعين الصوفية جزء من شخصية رشا شربجي أنا أحترمها كتير أنت بتحترمي كل شي حكيني عنك يا رشا أه أقولك أنا بشوف الله بشكل مختلف بشوف بشوفه مو بس 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 جات الصلاة وبالصوم أنا بشوفه بالجمال بشوفه بالعطاء بشوفه بالتسامح بشوفه بكل شي جميل بشوفه بالنجاح بشوفه بالتواضع بتصلي رشا صلى وصامع لأمر كان ولما انقضى الأمر لأصلى وله هذا بينطبق عليه بينطبق عليه يعني بينطبع عليه تشكره بشكروا كل يوم على النعم اللي اعطاني ايها بشكروا على الصحة بشكروا انه اني شوف الزريعة الجميلة ببيتي وهيك وارعاها بشكروا انه انا اكون منيحة مع الناس بشكروا بانه اشتغل منيح يكون عندي ضمير بشغلي في مرة زرتي مقام الاربعين طبعا مرتين بس اول مرة الحقيقة انا شوف كان بابا بدي اخذني اكتر من مرة قبل ما اشوف قبل ما اروح على المسلسل لما يعني قريته بالمسلسل طلعت ثلاث مرات قبل التصوير عشقت وهذا خلاص صار كل الفترة عشقتي حسيتي بامان فيه حلو كتير حالة روحانية جميلة وبتشوف دمشق بجمالة هيك من فوق حلو سؤال دايما بيخطر على بالي ويمكن بيخطر على بالي كتار انه لا دايما منشوف امارات رزق الممثلة المبدعة اللي بتقدر تحمل ادوار مركبة مع اداة ابدع فيها دايما منشوفها بدور ثانوي ليه انا ما بشوف ان هي عملت ادوار ثانوية كتير هي الا بص ما يعني انا هو تشو تقييم الدور الثانوي شو فكرة الدور الثانوي امارات بلسبيه طبعا فيه ادوار مهمة خليني بولاد بديعة لماذا شفنا امارات على البوستر امارات ما كانت على البوستر بديعة ما كانت على البوستر بس طلعت وأثبتت أنه إمارات رزق مو بس إمرأة جميلة إمارات ممثلة جميلة ونجمة جميلة أثبتت بهذا الدور أن هي ممكن تكون نجمة بكل الأدوار نجمة صف أول صف أول بكل الأدوار طبعا عكل العمل ضرب ضربي كتير قوي بالعالم العربي وأنت بتساهلي رشا شكرا من بعد دولات بديعة خلينا هيك نوقف شوي على رشا الإمرأة ومحطة الزواج خطة أكتر من تجربة زواج بحياتك قبل ما نفوت بتفاصيلهم هل صحيح أنت كان لك تجربة زواج غير معلنة بمصر؟ لا لا أبدا كان في خطبة آه يعني أي خطبة بس ما كان في زواج مصر الجنسي كيف يخطبة مثل أي بنت يعني أدي كان عمرك؟ كان عمري بالتسعتاش تسعتاش شهر السنة وحتى يعني خطبة كانت لأهله ولا أهلي راجانين عننا إنه صغار وأكبر مني ممكن وليه كان بديك تتزوجين؟ لا أنا حبيت ومو أنه تزوجته وقت حبيته؟ لا لا خالص أنا على فكرة تركيبتي مو هيك أبدا يعني أنا من يوم يومي قوية وقيادية بالبيت حتى على مستوى البيت بالعكس أنا كنت عم فكر ألف مرة قبل ما اتزوج لأنه كان بدي يكمل بسلك الجامعة بس أنت رحتي خطيفي مع زوجك الأول ناصر ركة وهالأمر ولد قطيعة بينك وبين الوالد الرحمي لروحه هالقطيعة كانت تنابعة عن غنج أو تمرد؟ لا تمرد تمرد أكثر من غنج؟ لا لا تمرد ليش كذب؟ لا تمرد ليه؟ لأنه أنا بحب حدا يناقشني ما بحب حدا ياخد قرارات صارمة وهو والنقاش كانوا بعاد تمام ما بحب حدا ياخد قرارات صارمة بدون ما يقنعني إذا ما قطعتني فأنا رح أعمل اللي أنا شايفته صح هو غلط هو صح أنت شايفته صح إذا ما أقنعني؟ أنا شايفته صح أنا عنيدة فأنا شفت اللي أنا عملت صح ولو بتروح الأيام وبترجع بعمل نفس الشي ما بتقولي لوالدك سامحني أني قطعتك بهالفترة؟ لا ما عمقول أني ما بقله سامحني عمقول بعمل نفس الفعل اللي خلى القطيعة تصير متمرد لأنه متمرده لأنه ما باقتنع غير لاخوض التجربة بس رشا برأيك غياب الأب زعزع علاقتك بالرجل إذا بدنا نقول قضع على استقرارك العاطفة حتى أنت رجعت تزوجتي مرة تانية من خية للنجم يسفوزان نجم الدين تمام الصالح قربتي هالأمرين ببعضهم؟ أبدا أبدا؟ أبدا لا لا مو غياب الأب ممكن نقول غياب العيلة أهم بكتير من غياب الأب غياب الصفرة هاي أخطر شي نخانت رشا شربجي؟ لا 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 وحتى لو صارت خيانة أنا ما بعرفها وما بدي أعرفها وما بتهمني بزواجك من تمام الصالح رضيتي أنك تكوني زوجة الأب لتلتة أولاد الحب أم شعوري الأمومة يخليك توافقه؟ لتنين يعني لا شك كان فيه محبة كبيرة ولا شك كان عندي رغبة أعمل عائلة ويجيب أطفال ولا شك أولاده بيجنن وبحبهن كتير حبيته من قلبي رشام كافينا بكتاب الشهر الخاص فيك ووصلنا لفقرة إيلو قال يلا بتحب الإيلو الآل؟ أبدا أبدا بس رحة رحة رح تسايرين رح تسايرين ولكن من بعد هالفاصل الأعلاني وصلنا مشاهدين لفقرة إيلو قال رحة بها الفقرة رح أعرض مقالات نكتبت نقالت عن لسانك قد يكونوا شائعات تصريحات نصبت إلك ما منعرف يلا أول مقال بعنوان عبد المنعم عميري بيصر على رأيه بالمخرجة رشا شربجي إن منى مرجع بالدراما هو قال هيك عبد بس يمكن هو خانوا التعبير أنا بحس لأنه أنا علاقتي فيك جدا منيحة وحتى عن ولاد بديعة من خمس أيام حكى معي وقال لي الله يعطيك العافية شو عامل أنت بهالعمل بس هو أصر بهالمقال وقال إنه بعده الطريق قدامك طويل قد يكون هذا رأيه أنا بحترم رأيه أكيد بس أنا بحس إنه هو خانوا التعبير وما بده يتراجع عن هذا التعبير يعني بس لا أنا بحس إنه هو شوف بشكل عام أنا ما كتير بيهمني يكون مرجع لأن الحقيقة أنا صغيرة بالعمر كتير بس أنا بيهمني يكون مؤثرة بس ما قول يكون ردوا بهالطريقة على تصريح إليك سابق لما قلت إنه ما بيعجبك أداء وطريق التقديم للشخصية أنا حكيتك عبد المنعم هو هيك قال أبدا 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 عبد المنعم شريك طريق عبد المنعم أول بطولة مطلقة كان بمبروك وكنت أنا مخرج منفذ مع البابا وكنت داعمة إله بشكل مطبيعي باللوكيشن لأن عندي قناعة بأنه هذا الرجل ساحر تمثيل فإذاً هيدا ردك على هالمقال أكيد نقطة تانية بإيلو قال تعليق الكاتب سامر ردوان على صورة الفنانين مع الرئيس بشار الأسد واللي تعاونت أنت معه بمسلسل الولادة من الخاصرة واسعات الجمر علق على هالصورة اللي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واللي جمعت نخبة كبيرة من النجوم بسوريا وانت كنت معه كمان وقال إنه صورة مليئة بالدم ملوثة بالمقابر الجماعية يا لطيف شوالحكين ما قريت أوله هلأ أول مرة بقراء هذا رأيه أنا بالنسبة لإلي عايشة بسوريا ورئيس الدولة اللي أنا عم عيش فيها بسوريا فطبيعي جدا إنه أنا كوني حدا مؤثر وكونه هو بيهتم بالدراما بيهتم فينا ويهتم بإنه شو الصعوبات اللي نحنا عم نواجهها مشكور دعانا لحتى نحكي ولحتى هو يشوف شو القوانين اللي ممكن تساعد المستثمر السوري والعربي ياري فهذا قديش منيح إنه إحنا مين بدي روح قابل يعني بدي روح قابل رئيس كوالا لنبور لحتى أول إشكي مشاكلي أنا رح يشبه هالبلد ورح موت بهالبلد ورح احترم رئيس هالبلد ورح إلجأ له لما يكون فيه مشكلة برغم إنه أنا عندي اعتراضات على فساد بعض الأفراد رفعت الصوت بهاللقاء حكينا كان اللقاء كان عن تطوير ودعم الدراما السورية شو المشاكل اللي عم بتواجهنا نحنا بحاجة منصة نحنا بحاجة مساعدة بالتسويق نحنا بحاجة تغيير بعض القوانين اللي ممكن تشجع رأس المال العربي وخاصة فتحنا على الإمارات وعلى يعني عودة جزء من العلاقات واستقبال المنتج السوري رفع سوية المنتج السوري نحنا بدنا منصة نحنا بدنا محطة بدنا مدينة إعلام بدنا مدينة إنتاج شو كل إنحكى بكل ويقال إنه كمين ولاد بديع مدعوم من الأصر الرئاسي صح؟ لا حقيقة أنا أول مرة بسمعها أول مرة بسمعها بس إنحكى كتير على السوشال ميديا به الموضوع يعني ما في دعم من القصر بشكل خاص لأولاد بديع في دعم من المنتج المنتج عطانا عدد أيام تصوير كبير المنتج جاب لنا أهم مدير تصوير وإضاءة من برات سوريا محمد مغراوي مع أهم مهندس صوت بيتر سعيد من لبنان المنتج وفكر لنا أدى كلف العمل تقريبا؟ حقيقيا ما بعرف أو ما لازم مسرح أكتر من مليون دولار؟ أكتر بكتير؟ لا 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 بس أكيد فوق المليونين دولار فوق المليونين دولار؟ أنت مقربي راشا من القصر الرئاسي؟ لا لا مثلي أنا مواطن عادي أبدا 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 بس بتحاولي ترفع الصوت طبعا ومشكور أنه قابلنا لا يسمع مشاكلنا ضمن هال يعني نحن بسوريا هلأ مو بس محتاجين دعم للدراما دعم لكل شيء فنحن اقتطع من وقته لا يسمعنا لأنه ممكن بعض الأشخاص يقولوا لك طب هلأ وقته هاي رفاهية لا هي ما نعرفها هي لأنه هاي صناعة بتفوت قطع أجنبي ممكن على البلد ونحن بحاجة هذا الشيء فإذا هيدا ردك على سام الرضو أكيد نقطة أخرى كسر غضم ذكورية وتحرش ما بتخفيه التبريرات بموقع المدن نشر مقالة تهمك فيه أنك بمسلسل كسر غضم واللي لقى أصداء واسعة بالعالم العربي كنت عم تبرر التحرش من خلال مشهد توبيخ الضحية وأنه لبسة كان السبب وأنقال أنك عم تصدر الذكورية لا طبعا اللي أرى المشهد بهاي الطريقة الحقيقة يعني فهم غلط أو ما شاف المشهد بشكل صح أنا لما بقول لبنتي اللي بخاف عليها أن أنت هلأ بمجتمع نص الشباب فيه مو قادر يتزوج ومو قادر يكون يعمل عيلي ومو قادر يفرغ طاقاته يعني اللي هي حقوقه كإنسان لما بقول لها احترمي هذا الشي ولا لا تحتكي ولا تسيري ولا تزعجي لا تزعجي حالك تزعجي بكون أنا عم إدعم الذكورية أبدا بس أنا بخاف على بناتي بخاف على بنات أخواتي بخاف على أهلي فبقول لهم يا جماعة نحن هلأ بفترة يعني الزواج صار صعب نحن بمرحلة بدنا ندير بالنا على هاي التفاصيل أنت مع إقرار قانون بالسجن المؤبد ضد المتحرش أنا مع الإعدام المتحرش طبعا لأنه هذا إهانة إهانة واللي بيتحرش ببنت بيقتل حدا طبعا تعرضت للتحرش يوما أنا والله لأ أبدا أولا يمكن لأنه دائما محاطة بناس سواء بالتصوير مثل ما قلت لك ماما كانت شويش نايرة فكانت كتير حريصة أنه أنا ما كون بالليل متأخر أنه أنا ما ألبس أنا محتشمة جدا بلبسي أنه أنا راعي المجتمع وتقاليده مشان ما كون بمكان الغلاث ما سبب يعني مشكلة لحالي فإذا هيدا ردك على أنه مع أنه أنا مع التحرر لبسي مايو أعملي اللي بدك يا لبسي شورت لبسي شورت وإما بدك بس ما تروحي بسوق شعبي بنص رجال وشباب محرومين من القدرة على الزواج وعندهم مليون مشاكل وتمشي بشورت هذا مو منطق فهذا يعني اللي أنا أقول على التحرير ما عم برر عم حط ظرف آني نحن عايشين وبدنا نرعي نقطة أخرى بإيلو قال مسلسل ولاد بديعة دراما عم تكرس الدموية وبتروج للجريمة بمقال بموقع الجزيرة نت كتب الصحفي السوري ويسام كانعان مقال قال فيه أنه مسلسل ولاد بديعة دراما عم تروج للجريمة وأنه مشهد شنق البسينات تكريس لسلوك جرامي عند الأطفال وبصراحة لفتني كمان على السوشال ميديا كتار دافعوا عنك ومن بينهم صديقتيك النجمي ندي ناسي بن جيم طبعا هو لا يروج للجريمة بأمارة شو يعني يعطيني فعل واحد أو مشهد واحد ما دعا للتسامح على لسان الشيخ المعتدل ما دعا لعدم الأخذ بالثقر حتى لما حكينا عن الأخذ بالثقر هذا حلال أو حرام قال له التسامح والصلاح والإصلاح بس شفنا القتل كان سهل لأنه هاي حدوتها وهذا نوع كيف بدون عقاب شفتوا الحلقة الثلاثة في كارما بالحياة بدأتتحقق إذا السيكي اللي قتل بدون قصد راحت الحياة لفت ودارت وأخذت زنبة لأنصاف أوصاف اللي بدي يقوله مشهد القطط بالتحديد الناس تسرعت بفهم المشهد المشهد كان بيؤسس للحلقة التمنى لما بيفتح الطبون وبيشيل جرة الغاز ليقتل بديعة وولادة القاتل وتذكر لحظة شنقل القطط اللي بيقتل القطة وبيقتل كائن حي لا يعاقب عليه القانون بيقتل حدا إذا بيقدر ينفضون القانون بالعكس أنا أكتر حدا كنت عم قول اللي بيشنق القطة وبيشنق حيوان ضعيف وما بيتيق الله بحيوان قادر يعمل هذا الشيء مع البني آدم هاي مقولة العمل راشا وصلنا لفقرة الخيار إليك ولكن من بعد هالفاصل الإعلاني وصلنا مشاهدينا لفقرة الخيار إليك مع المخرجي المبدعة راشا شربجي أهلا وسهلا فيك مرة جديدة راشا معك استمتعتي بهالحلقة كتير حلوة نحن وعن نسرد ونخط عن جدك هيك عملت على فكرة مثل فوتو منتاج لحياتي ويا شو مرأة بقصص أنا طلعات ونزلت عن جد لتصيري راشا شربجي الحمد لله بهالفقرة راشا رح اطرح عندة أسئلة وكل سؤال بيري في ثلاث خيارات فقط بديك تختاري جواب واحد يلا قد التحدي؟ قد مش يلا وما تكوني قد التحدي لا ان شاء الله ان شاء الله اول سؤال لو طلب منك تحويل أحد أعمالك إلى نسخة أجنبي فبتختاري مثلسل الخيارات همي غزلان في غابة الذئاب تاخد شرقي أم أولاد بديعة تاخد شرقي ليه؟ لأنه في كتير تفاصيل حلوة في كتير أحساس العائلة وفيه شي من الزمن الجميل بتحب توصيها لكل الخامن سؤال الثاني جوكر لدراما السورية بأي عمل بيشارك فيه هو؟ تايم حسن قصاي خولي أم بسام كوسا؟ بسام كوسا مع أنه بتصريح سابق لك قلت أنه قصاي هو الجوكر هادول عمرين مختلفين لأنه أنا عم بحكي عن عمر الأستاذ بسام وخبرته ونطجه ولو هون وصل خلص يعني وين محطيته الناس بتركض بتشوف فأزن بسام كوسا السؤال التالي بيقول عندك كرسي وحدة فاضي بسحور ولاد بديعة فابتدعي عليها إليسا أصالة أم ننسي عجرم إليسا إليسا مش أصالة؟ لا إليسا لا مش أصالة أصالة هادا سوريا بيتها من غير ما نعظمها بتجي أهلا وسهلا ولا إليسا أما إليسا لأنه أنا بحبها بحب أفكارها بحب حتى اختلافها بس هي بتتقبل الآخر بحب عندها حيوانات عندها كلبة مثل كلبتي بحب صوتها بحب أغنية بحبها معقولي نشوف أصالة يوماً عم تغني شارة أحد أعمالك ليش لا بالعكس بتشرف لا أبداً أبداً الفن فن واللي فرقتنا فيه السياسة خلي الفن يجبعنا فيه وبعدين صوت أصالة صوت جبار جبار بالفعل بالعكس أنا بحبها كتير لأصالة وبسمعها كتير بس أنا ليسا كتير حنون صوتها سمعت غنية الصندوق لأصالة؟ يا شو حلوي شو حلوي شو حلوي شو حلوي هاي اللي عن جد بتبكي عن جد السؤال التالي بيقول بتوصي إنه يتم دافنيك بيه سوريا إلى جانب الوالد مصر أم مكان آخر لا سوريا جنب البابا الله يرحمه الله يرحمه تختاري هالممثلي بطلة فيلم لبناني من إخراجك فاميلا الكيك دانيالا رحمي أم فاليري أبو شقرة فاليري أنا اشتغلت معه وكان يعني دور رائع وفاميلا كمان اشتغلت معه فبنقي دانيالا لأنه أكيد اجتماع مخرج مع ممثلة لأول مرة بيعمل شي حلو فإذن دانيالا رحمه دانيالا النجم اللبناني الأولى بسوريا أكيد أنت سامعة بالأصدق منك سيرين عبد النور نادين الراسي أم ماجي بوغصن ماجي 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 بوغصن أصلا محسوب علينا من حسة منا وفينا ماجي أكيد فإذن ماجي بوغصن رشم كافين بكتاب الشهرة ووصلنا لآخر فقرة بحلقتنا تحت الاختبار ولكن من بعد آخر فاصل إعلاني وصلنا مشاهدينا لآخر فقرة بحلقة الليلة تحت الاختبار بها الفقرة رح أطرح مجموعة أسئلة بحقلك تجاوب بس بصح أو غلط طبعا جاهزة؟ أول سؤال رشا شربجي ما تركت بصمة بالأعمال العربية المشتركة؟ ليش؟ وين سمره وطريق وعلاقات خاصة؟ صح أو غلط؟ غلط غلط آيمان زيدان رفض المشاركة بالجزء الأول من كسر عظم لأنه النص ما عجبه لا غلط ما كان عنده وقت فقط ويمكن كان فيه خلاف على الأجر كمان يعني إنه ما كان عنده وقته بده ينسق وبده على سفر ونفس الوقت يمكن ما كان الأجر مناسب رشا شربجي ترفض العمل مع ممثلات خضعوا لعمليات تجميل ونفخ شفاف وخدود لا لا بشتغل مع الكل كل دور حسب المكان تبعه يعني ممكن بالبيئة الشامية مثلا ما كتير وجدني صعوبة يعني إيه لا لا لاي حدا بس ما يبين لا أنا شوف التجميل مهم ومو غلط بس يكون تجميل متشويه يعني شي حلو مريح للعين أقرب للطبيعي الجميل لأنه لأنه كمان أنا ما ما هيفوت لحد يعمل تجميل ليطلع طبيعي ما يترك حاله على طبيعته بس يكون تجميل طبيعي جميل غير يعني مزعج والممثلات يلي شوهتهم عمليات التجميل أكتر نسبتهم هلأ بسوريا لا ولا يعني فيه وفيه فيه وفيه هو شوف التجميل إمتى بيبقى بيبلش يبقى مزعج لما بتصر المرأة على أن هي تكون عمرها مثلا ستين خمسة ستين سنة ومصرها يبين وشها ثلاثين طبعا هي قدم عمل الدكتور فهذا بيقول هون بقى أستنوا شوي أصبروا على حالكم أما والله أنا أي ممثلة بدي مثلا خدودة شوي تعبانين بديت تعمل لهم كنتور شوي أنفة بشع بديت طب ما حلو حلو والله جميل يحب الجماكن فإذا هذه المقطات بتقولي غلط بس هو الإسرار على التصغير المبالغ فيه كوني كبيرة ضلي كبيرة وشفنا يعني فيه يعني نمازج مثل السيدة منواصف ضلي كبيرة بجمالك ضلي كبيرة بحضورك أنت ممثلة بالنهاية طارق مرعشلي رفض يقدم دور أبو الهول لقدمه محمد حداقي بولاد بديعة لأنه فيه مشاهد عنف وقتل صح أو غلط طارق مرعشلي ما توزع له أبدا بولاد بديعة ولا بغير ولاد بديعة ما متذكر أن أنا بعتله أبدا مع أنه ممثل كتير مهم وزريف بس صدفة أنه أنا ما بعتله أبو الهول انبعت فقط لمحمد حداقي كان الخيار الأول والأخير مع أنه راشا شفنا طارق انتقد ولاد بديعة وقال أنه مسلسل خادش للحياء أنا بدي يطلع لي مشهد واحد خادش للحياء سمعت الانتقاد تسمعي كل شيء لا ما سمعته هلأ أم بسمعه منك لا ما سمعته عن جد لأنه أصدقائي والناس اللي بتحبني فريق السوشال ميديا طبعي ما بينقلي كتير الشغلات المذعجة اللي ممكن تزعجني أو تحبطني بينقلي الشغلات الإيجابية والنقد الإيجابي اللي معروف أنه ما له أغراض شخصية يعني النقد الإيجابي اللي هو انتبهي فيه مثلا شي هون لحتى المشاهد الجاية تنتبهي منه فأنا بس بدي أعرف شو المشهد اللي خادش الحياء واحد بس من أول مسلسل لآخره يعني مشاهد النوادي الليلية الرأس بركي هولي أصدق يعني نحن النوادي الليلية والرأس موجود وهننكر أنه موجود لا شو الخادش والحياء بواحدة عم ترقص ما نحن عم نشوف طول النهار على السوشال ميديا لقطات لناس عم ترقص ومسلسلات فيها رأس ومن أيام أيامنا الحلوة عنا مشاهد فيها رأس فأزا أو بعدين مين قال أن الرأس هو خادش للحياء لا ما نخادش للحياء لا وما تقدم شي لا باللبس ولا بالطريقة الرأس أنا يعني بقول أنه مخجلة أو ما لازم تفوت على البيت برمضان هيدا رديك راشا شارباجي بتآمن بمقولة ضرب الحبيب مثل أكل لزبيب لا طبعا لا طربتي للعنف يوما لا أبدا ما بيقبل أصلا أنا ما بيوصل أنا بيخافوا مني أنا بيوعوا من وشي المال بيجلب السعادة طبعا بيجلب الإحساس بالأمان والأمان بيجلب الإحساس بالسعادة بس اللي بيجلب الإحساس بالسعادة النجاح والصحة أكتر من المال المال بيروحوا بيجي بس الصحة إذا راحت مشكلة خلص ما بقى في سعادة أبدا كتير شددت على موضوع الصحة طبعا ما رأتي بواعك صحية خطيرة الحمد لله أبدا نشكر الله نشكر الله الله يعني كارمني في القصة بس عمشوف الناس اللي حوالي عمشوف تلمسي وجعهم اي عمشوف قديش قديش نحن بنكون عم نتبتر على النعمة لما بيكون فيه كل شي عنا وبس لأنه تعبنين ولا مجربين ولا عندي ديسك أنا عندي ثلاثة ديسكي بدهري بحسوا هذا ولا شي بالنسبة لللي بيشوفه كل هذا بيكون أنا بحسه دلعي يعني شوفوا الناس وحمدوا الله دور سكر بولاد بديعة استوحيتها من شخصية ريم السواس خالص أبدا تبعي سكر بلشت نشالة ما عندها بالصدفة فاتت على الرأس هي جير موجوبة بالرأس وأخدت الرأس احتراف واتطورت إذا بتشوف أول رأسة غير تاني رأسة غير تالت رأسة اتطورت بالتدريب وهو ما كان طموحة من أول لحظة ما كان طموحة وانتبه كمان سكر عندها جزء من الاعتزاز بالنفس بدليل ما بعرف إذا شفتوا الحلقات اللي بعدين هي أول ما قدرت تكون مستثمرة بالكبريء أو بالمطعم عملت بيزنس تاني ولما رجعت للرأس ما تحملت قالت له جملة أشعر بدني لما قرأت قلت له لعلي ويامن أنتو كيف منين بتجيبوها الأفكار قالت له حسيت حالي مثل الفروش وميت هارون عم ينهاشوا باللحم فسكر كانت من أول لحظة ما بتقبل حدا يمد إيده على جسمها ما بتقبل يعني هي راقصة لأن ما كان عندها بديل يعني ما كانت بهذا السوق عندها الصراع بين الخير والشر كتير عالي وهي دا اللي شفنا كتير عالي بالسباء الرمضاني بها العمل ما عطيتي فرصة لخيك يزن للظهور بأحد أعمالك لأنه غير موهوم يزن موهوم يقبر قلبي يزن اشتغل معي بثمرة كان نيكولا خوري وبعدين استلم سافر نيكولا ويزن أنا طلبت حتى أنه يساعدني بالكاميرا كان ممثل عم بحكي أنا لأنه هو تم رفضه من المعهد العالي بسبب والدي صحيح؟ بسبب والدي ليه؟ بالعكس بابا محبوب بيكون شوف هنا في عدد لا 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 شوف أنا اختبرت قصة المعهد المعهد بيفوت عدد كتير كبير بيفوت على ورشة ممكن يكون حظ يزن بهاي السنة أن العدد الموهوبين هنه نشافوه أنه أكبر منه أو قد يكون لأنه ابنه شام شربجي ممكن ينحسب أنه واسطة فاتخذ القرار أنه يستثنى بس ما شاء الله عليه هلأ عمل عمل إخراج رح تشوف شو بديكثر الدنيا ملاقيته بالإخراج أكتر من التنسي جنن موهوب ومثقف وقارئ ومشاهد ذكي وعنده عين حلوة وصورته رائعة شاب متكامل فإذا غلط بتقولي طبعا أكبر غلط شو هلحكي رشا موافقة على سيرتك أو في شي بديك تعدلي قبل ما نختم لا بالعكس أنت قلت كل شي عني يمكن بحبشت بزواتي أكتر ما بحبش بحالي هلقاد لا يعني إن شاء الله هيك الناس يعني تعرف رشع عن قرب أكتر وإن شاء الله رب بكون قد ثقة بيحملون إياها الخوف من الجاي كتير كبير شو بنا نقدم شو بنا نعمل كيف بنا نوصل لهم كيف بنا نأثر فيهم كيف بنا نقدل لهم شخصيات يحبوها بخيرة وبشرة طب وإذا بديك تختاري عنوان لكتاب الشهرة الخاص فيك شو بيكون على العنوان لها المجلد كل من جدة وجد حلو شكرا رشا لحضورك شكرا للمتابعين ملتقانا الأسبوع المقبل مع قصة نجاح جديدة تصبحوا على ألف خير شكرا للمتابعين شكرا للمتابعين شكرا للمتابعين شكرا للمتابعين شكرا للمتابعين شكرا للمتابعين شكرا